موسيقى شرط طهطة وذلك لليوم 11 على التوالي معي الآن الرائد علاء اللويزي وهو رئيس مباحث قسم شرط الطهطة وذلك اللي يحدثنا عن أسباب هذا الإضراب يعني أهلا بحضرتك سيادة الرائد وعاوزين نعرف من حضرتك أسباب هذا الإضراب إيه يعني أنتو دلوقتي بقالك 11 يوم مضربين عن العمل احكيمتها القصة من البداية تماما إحنا بتاريخ 26-22 قامت كواه من الاسم برئاسة السيد المأمور الاسم وبرئاسة قواة بحسية وبرئاسة أحد القائدات الأمنية بالمدرية توجهنا لتنفيذ أحد الأحكام القضاية بتسليم أحد محلات تجارية لأحد المواطنين قمنا بتواجب القوة بالمكان فعلا قمنا بتسليم حكم المحكمة وكان حاضر معنا محضر من ألم التنفيذ بمحكمة طهطة ويستغرق الكلام ده حوالي أكتر من ساعة نفذنا فيها الحكم فأثناء ذلك اتصل بأحد السيد الزباط في الاسم أبلغني بقيام المدعو ناصر كيلاني وبعد أقاربه وبعد البلطغية قاموا بحوالة التجمر أمام اسم الشرطة ومحاولة اقتحامه وقاموا بسرعة الحواجز والصدادات للمتواجد أمام الاسم وقاموا بقطع الطريق من الجانبين مع إطلاق للأعرى النارية فقمت بالعودة والسيد المأمور القيادة الأمنية من المدرية بالقوات وبالفتة تمكننا من إحباط محاولة اقتحامل الاسم وتمكننا من السيطرة الأمنية على المكان ثم بعد ذلك حضرت لنا قيادة الأمنية بعد الوقع بحوالي أكثر من ثلاثة أربع ساعات حضر السيد اللواء مساعد الوزير مدير الأمن حضر السيد اللواء مفاتيش الأمن العام السيد مدير إدارة البحث الجنائي لاحظة دخوله في الاسم الشرطة يعني دون مراعا لشعور السيدة الزباط أو الأفراد بالاسم تلفز بلفز خارج وصفنا به دون مراعا لشعورنا أو شعور الأفراد في الواقع اللي إحنا كنا فيها ديت ثم قام سيادته بالتوجه صاحبة السيد العميد مدير إدارة البحث الجنائي بتوجه إلى منازل المتهمين بقارة نجع حمودة والجلوس معهم لترضية خاطرهم والتفاوض معهم وعند علمنا بالكلام ده قام أحد المواطنين بختارنا به اختارنا سياد مدير الأمن الذي كان متواجد بالاسم قام السيد اللواء مفادش الأمن العام والسياد العميد مدير قطر البحث الجنائي بالانصراف من منازل المتهمين ثم قابلوا انصراف بعده ثم بعد ذلك حضر أحد القيادات الأ Arms السيد رئيس فرق البحث الجنائي السيد العميد رئيس المبعث الجنائي السيد اللواء الحكم دار بناء السيد المدير وقيامنا بمامورية طلبنا منه الأفراد سيد الزباط والأفراد طلبوا بقيام المؤمورية لضبط المتهمين دي ونعملنا محضر بالواقع حررنا محضر الواقع وعرضناه على السيد المستشار المحام العام بنابات شمال سواج وسيدته أمر بضبطه حضار المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقع جي السيد رئيس فعل البحث الشمال قعد مع الزباط والأفراد وقال لنا فيه معلومات عنده بنسبة 100% أن المتهمين دي تستقرروا البلطاجية واستقرروا عناصر إجرامية من مراكز المجاورة وأنهم فوق أسطح المنازل وفوق المدارس وعنده مهاجمتنا ليهم تمام حضرتها بعد ذلك وقال الكلام ده للسيد اللي هو مساعدة وزير المدير الآن وأنا بستشد بسيادته له يعمل مداخلة على الهوى الكلام ده كان قدام سيادته وده على غير الحقيقة منزلنا المؤمورية وسيادته أصر السيد اللي هو مساعدة وزير المدير الآن أصر على نزول المؤمورية السيد رئيس الفارع والسيد رئيس مباحث المدرية والسيد الحكم دار نابي المدير طلعونا بأربع عربيات شرطة أربع عربيات شرطة رغم أنه قالوا أنه فيه عناصر إجرامية فيه بلطاجية فيه أسلحة متعددة فيه جرينوف طلعونا بأربع عربيات شرطة وكانش عايز طالما أنا مدرعة يعني سيد الرائد الذي تم أخيرا يعني بعد ما طلعته ورحته للمكان يعني اللي تم بعد كده مفروض في مدهمة أي وقر المجرمين أو حاملة أسلاحة أمارية اللي فيه طريقة مدهمة معاناة القوات الأمن المركزي لكن اللي حصل عكس كده خالص ما وصلنا هناك القيادة الأمنية اللي كانت موجودة معانا الحاجة المندار والسيد رئيس محس المدرية والسيد رئيس الفارع البحث الجنائي منع أي فرض أو أي حد مقوات الأمن المركزي أو من السيدة الزباط من النزول تماما اقتصرت المؤمورية على شخصهم السلاسة فقط قاموا الدخول لمنازل المتهمين وغادرها في خلال ثلاث دقائق وقاموا بالانصراف وقالوا لنا أن ما فيش حد موجود وإحنا وقفين بره حضرتك طلع أحد المواطنيين من قارب المتهمين ندعى للسيد رئيس الفارع البحث الجنائي قال له إحنا ما اتفايناش على كده مش ده المعادل اللي احنا اتفاين عليه شايف حضرتك السبب الإضراب اللي انتوا شايفين أن لم يتم القبض على هؤلاء المتهمين وأن القيادات الأمنية لم تكون برد اعتبار للزباط أو الأفراد الشرطة ولا يعني دي وقعة من ضمن وقاع كانت بتحصر وقعة من ضمن وقاع حضرتك يعني في وقعة قبل كده عندنا في اسم طهطة تحديدا في وقعة في مركز طهطة مجاور لنا في وقعة في مركز طيما في اسم أول سهاج وما احنا وفنا الوقفة ديت وطالبنا بقالة القيادات ديت عشان ضعفها وتخزولها وعضوها هي بيتنا ويبت الشرطة في المحافظة أم اسم أول سهاج قالتنا لأنه كان لي وقعة قابلينا بسبوع في نفس الوقعة ولكن دائما احنا في وزارة الدخلية زباط وأفراد بدائما دائما عمدنا تحفظ أو خوف من مواجهة القيادات رغم اللي احنا شوفناه في ساتون ونصفاته دول في مصر رغم اللي مر بينا بساتون ونصفاته لسه ما زال برضو بعض الزباط وبعض الأفراد وكثير منهم عندهم تحفظ وخوف من مواجهة القيادات طيب يعني هل تم القبض على هؤلاء المتهمين أم لم يتم القبض عليهم حتى الآن حصل من بعض القيادات الأبنية تصل بينا هاتفيا وبدأت تفاوضنا لو جبنا الناس ديت وسلمناها للنيابة هتنزدوا عن مطالب كل باقي بيقالة بعض القيادات فاحنا رفضنا كلام ده كزباط وأفراد تصل بيه أحد القيادات الأنية وتحديدنا السيد الرئيس فرق ببحث الجنائي قال لي احنا لو جبنا الناس دي وديناها للنيابة وتخيل سبيلها احنا لنا في الكلام ده فانتقولوا سيادتك ان القضاء ده قضاء احنا مانناش فيه ده قضاء بس دي وقعة ما فيهاش إخلاء سبيل أو كفالة والكلام ده كان قبل ما يجبوهم ويقديوهم للنيابة بحوالي ثلاثة أيام طيب يعني علمنا أن المحافظ وأن مدير الأمن قد آتوا إليكم وإستمعوا إلى مطالبكم لكنكم لم تقوموا فضة الاعتصام يعني الذي جرى في هذا اللقاء بين السيد المحافظ وبين مدير الأمن ويعني الذي دار الحديث وإلى ما توصلتم احنا دخلنا لليومنا الحداشر اعتصام سيد مدير الأمن ما سألش فينا وده دي على ضعفه وتخزله مع بقى القيادات في المدرية بس هو جي الحد عندوك هنا واستمع ده المطالب بتاعتكم استمع المطالب ومنتخس أي قرار لحد دلوقت حضرته طيب يعني أنتقل لأحد ومناء الشرطة المضربين عن العمل طيب يعني دلوقت حضرته قلت أن كان فيه يعني أكتر من وقائع والسبب الرئيسي اللي انتوا شايفين أن حققه يعني مرجعش بعد ما المتهمين جم لحد الاسم وضربوا نار عليكم وما تمش القفض على أحد منهم لا هو قول حد الاسم تعدوا علينا بالسبب والشتم وقاموا بطلقها عائرة نارية بالتنصيق مع القيادات اللي هي لها علاقة بيهم أن هم يسلموا نفسهم ودي كده ويكلموا المحام العام وقالوا له ده فيه مشكلة هتحصل مشكلة أمنية لو الناس دي خذت استمرارات أو تحبست أو تطلعوا بكفالات السيد مدير الأمن يا مجنة هنا يا رئيسي يعني فيه دليل على هذا الكلام؟ موجود يا باشا كله ده كله يعمل لك علي بنقول لك علي ده موجود ليه عليه دليل مسجل ومصور فيه أدلة مسجل إزاي ومصور؟ مسجل عن طريق كلامهم وما يجي وعملوا اللقاء هنا إحنا مسجلين للسيد المدير وهو بيقول أنا ما كنت شعرف أن القيادات دي غلطانة وعمل الكلام ده كله غير من لكم هنا قال القيادات دي غلطانة وفعلا القيادات دي غلطانة وزي بتتحاسب ده السيد ومسجلين له الحوار ده معانا سيد وفيه واحد من أعضاء مجلس الشورة جلنا مبارح وقال لنا أنا مشترك في المسلسل المسلسل اللي اتعامل عليكم بالحملة اللي قامت وحكّلنا على كل اللي حصل بالنص إحنا ريس ما بن مش معتصمين مسألة شخصية بيننا وبين حد إحنا بنقول القيادي الغير قادر على المنصب بتاعه في القيادة يمشي إحنا عوزين نراجع الأمن تاني للشارع إحنا عوزين نراجع الأمن تاني للمواطن إحنا عوزين نشتغل مش هي دي المشكلة السبب في الاعتصام لا دي القشاية اللي قطع من الظهر البعير كذا مشكلة يعني عندنا كذا ظابط لو هتسمع حضرتك كلامهم يعني بواقع الضرب نار وتم تحريص سلاح وزخيرة وأحد القيادات ومدير البحث الجنائي أكبر الظابط إنه هو غير تحراته ما غيرهاش خلى الناس اشتكتوا واشتكتوا في النيابة واتهمته ومتبهد للظبط لحد دلوقتي طب يعني يعني مصلحة هذه القيادات في هذا يعني ليه القيادات ممكن تكون بتعمل كده مع النداء مؤكيد هيكون بيدينهم بشكل أساسي وممكن بعد كده يقصيهم من مناصبهم لو يعني لو وزير الداخلية أو مدير الأمن يعني أخذ خبر بهذا الكلام يعني شايف مش إن ده نوع من المبالغة مثلا هو مدير الأمن أخذ خبر وطلع على القناة الفضائية وكذب وقال ما فيش اعتصام عندي ودي قلة وقال كلام مش مزبوط حضرتك هديك شفت الاعتصام وشفت أما مصلحتهم فدي مصالح شخصية ليهم يعني ناس بينه واحد بينه وبين واحد من عناصر إجرام وأنا وريت حضرتك إن العنصر ده مسجل عندي واحد بينه وبين عنصر من عناصر إجرام مواد ده ومحبة يبقى إيه المقابل يبقى إيه المقابل بعد ثورة 25 يناير لا توجد كلمة مستحيل إقالة حسن مبارك كالرئيس والفساد خلاحة بيس ولما طلبنا بالتطهير ردوا علينا مستحيل ليس مستحيلا بعد ثورة 25 يناير والشباب الذين قاموا بالتطهية بأرواحهم ودمائهم في سبيل تحرير هذا الوطن نحن ننضم إليهم رجال الأمن ونقول لهم نحن معكم ونشترك الآن في الثورة لتطهير وزارتنا من جميع الرموز الفاسدة كي يشعر مواطن المصري بالأمن والأمان مرة أخرى التطهير 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 بصورة 25 يناير اللي آمت من أجلها كان ما يقوم به ضباط وأفراد وعمناء الشرطة في المواطنين يعني رأيك على هذا الكلام أنا أفهم قصدك كنا مقيدين بقيود الخوف والجبن وكانت وزارة الدخلية وأنا منهم وزملائي وجميعهم يقومون بموارسة هذه الأفعال كرها عنهم وكان الشعب المصري يقبل هذا كرها عنه ولكن جاءت اللحظة التي نتحرر فيها ونشترك مع الشعب في تحرير وطننا الغالي العزيز علينا جميعا طيب يعني أخذ رأي حضرتك الشرطة والشعب الاعتصام بتاعكم النهاردة اليوم 11 ليه طيب مش شايف إن ده فيه تعطيل لمصالح المواطنين وإن المواطنين في مدينة تحتة ما لهمش زنب فيه الاعتصام ده أو الإضراب عن العمل خصوصا إن يعني كتير جدا من الأهالي وإحنا جايين قال إن هما دول بس يعني 15 واحدة وعشرين واحد موقفين حال كل البلد ده كان رأي أحد الأهالي وإحنا جايين مش شايف إن ده فيه نوع من تعطيل مصالح المواطنين وإن خصوصا إن الإسم مقفول أو ما فيش حد بيخرج منه أو بيطلع أو إلا فيه مواطن يقدر يقدم شكه أو يعمل محضر لا إحنا فضحنا الإسم 3 يام في الأسبوع للسجل المدني والفيش والتشبيه وهيتقفل بقية الأسبوع والمركز شغال لكل المركز شرط التهتة شغال في كل الإجراءات بالنسبة لأهالي تهتة ما فيش تعطيل المواطنين في أي حاجة لكن إحنا كل إحنا ده وقفين 12 يوم لإن ما فيش أي قيادة في المدرية معبرانا في أي حاجة طيب يعني ما فيش أي مفاوضات أي حديث أي مكالمات بتتم بينكم وبين القيادات سواء كانت من وزارة الداخلية أو مدير الأمن خصوصا إن عرفنا أنهم دير طيب يعني برضو أسأل حضرتك يعني السبب انتشار ظاهرة إضراب عدد كبير من أقسام الشرطة على مستوى محافظة الجمهورية يعني تقريبا أكتر من 30 اسم شرطة على مستوى محافظة الجمهورية أعلن إضرابه عن العمل يعني شايف السبب أو الأسباب اللي بتدفعكم للإضراب عن العمل هل هو مثلا عدم التسليح زي ما كان عدد من الزباط بيطلبوا به أنه بيتم التسليح أو التعامل مع المقرمين اشرح لي السبب بالظبط إيه؟ الشرطة في المواجهة في أي حاجة مع الناس والقيادات قاعدة في مكاتبها ما بتعملش أي حاجة الزباط والأفراد هاي اللي في المواجهة وما فيش أي رد فعل منهم خالص إحنا اللي في الوش في كل حاجة في الشر وفي الخير وفي أي حاجة إحنا اللي في الوش كل زي من الفساد والاستبداد كل زي من الفساد والاستبداد في جميع مراكز وإسامة الجمهورية كل الزباط وأفراد على مستوى وزارة الداخلية كل زي من الفساد والاستبداد والحد إمتى هنفضل نسكت وأنا بطالب زملائي في باقي مدريات الأمن من زباط وأفراد لحد يمتى يفضل سكوته الساكد عن حق شيطان أخرص أنا بقولها للسيدة الزباط اللي في باقي المدريات والأفراد وكل زباط الوزارة الساكد عن حق شيطان أخرص لحد يمتى يفضل سكوته طيب يعني متى تنوم فض هذا الاعتصام بعد إذنك تمت في دايرة تحتة كيف يتم التحيق فيها في سهاج ويوجه قرار النيابة إلى مأمول إسمه تحته ويتم إخلاء سبيل متحصيل الكفالات في إسم تحت الزباط أو في مركز الزباط في سهاج ده مخالف الاقتصاص ده اتفاق ما بين الكيادات وبين الناس زيت يعني إيه مدى العلاقة إن وقعة تمت في مكان زي دوت يتم التحيق فيها لغم إن القرار النيابة موجه لمأمول إسم تحته إن تم الكفالات وتحصيل الكفالات وبعد ما حصلوها هناك جابونا الكفالات على هنا يعني ده تسميه إيه عدم اختصاص أنا مش فاهم يعني طيب يعني برضو في عدد كبير من المواطنين بيقولوا إلي إحنا في الأونة الأخيرة بنروح لأسم الشرط عشان نعمل بلاغات ومحاضر ويكون الرد إن هم بيرفضوا يعني أكتر من واحد قال لي مثلا أنا بكلم بشكل عام أنا بكلم بشكل عام يعني أنا بكلم بشكل عام وليس على قسم شرطة تحتة تحديدا أنا بكلم بشكل عام إن هم في الأونة الأخيرة لما بيروح يعملوا محضر أو يعملوا يسجلوا أي حالة وقع سرقة بيكون يعني يرد الفعل من جانب الزباط أو من جانب المسؤولين في الإسم إنه رد فعلي سلبي وبيقولوا استحملوا مش أنتم عملتوا ثورة استحملوا اللي بيحصل لكم ساعدتك في الحالة دي ساعدتك في الحالة دي تحسبني أنا شخصيا في جهة معينة هل لحد من المواطنين جهة الحنبي هل المحضر هل المباحث هل أي زابط أي فرد ما أمشي بدوره في الوقت دي أنا حاسب لكن إنت ما تحسبنيش على غطة زابط أو أمين أو فرد أو في مكان آخر حاسبني أنا في جهة معينة يعني هات المواطن تلوقتي من أهالة تحت إيه قال الكلام لساعدتك بتقوله دوت هل الإسم دوت ما بيعملش أي إجراء ضد أي مواطن أو ضد أي مواطن بيتم اتخاذه بالإجراءات القانونية دي في الحالة ديت يعني تمام إنما في سلبيات في كل جهة في أي مؤسسة في أي حتة لكن إسم تحت المعروف حتى إحنا هنا في الاعتصام كان معظم اللي واقف معانا الشعب وأهالي تحت لإني عارفين مدى إمكانية خدمتنا ليهم تمام يعني هما كمان أعزوه لك ممكن هما اللي شجعونا على الاعتصام عشان عارفين الحقيقة مشة زي ومتى خدمتنا ليهم تمام في المتين يا أستاذ كريم أنا أحب أوضح لك دقيقة واحدة دقيقة واحدة أحب أوضح لحضرتك من يوم مجامة ثورة 25 يناير وإحنا لم نتوقف على العمل نهائيا لإننا إحنا ما عندناش لمدان تحرير ولا عندنا قصر التحادية والناس أساسا كلها شعب واحد وأهل واحد إحنا جايمين بخدمة المواطنين على أكمل وجه في تحرير المحاضر وفي استدعاء المتهمين ولكن التخازل الأمني من القيادات الكبيرة اللي هي بتقودنا الناس دي اللي لها هدف معين الهدف إهدى إهدى ليه البلد تجع أمنيا هب نجلب اللي فوق تحت لإنه لما تدور على الناس دي الناس دي شغالة في سهاج هنا ليها 15 سنة واللي ليها 20 سنة وفيهم ناس من ساعة مكانة ملازمين وهي موجودة في سهاج وعلى علاقة بالنظام السابق حتى الآن وفي تدولات بينهم ولذلك الناس اللي إحنا معاهم دليل لك على هذا الكلام عشان بس الكلام ده خطير جدا يعني هل تملك أي أدلة أو وقائع معينة بهذا الكلام؟ دليلي على هذا الكلام اللي معانا إحنا بمشكلة معاهم دول أعوان نظام سابق ودولة معروفين لكل أهالي طحتها إزاي أنت عرفت الناس دي وجعدت معها في بيتها وتفاوتت معها وقلت لهم أقعدوا بعيد في البيوت التانية لغات ما نجيبوا العساكر والزباط بتاعتنا نهديهم اسمينا طلعنا مأمورية وهم ما يمشوا أنتوا أرجعوا بيوتكم وعندنا ألف دليل على أن المتهمين لما إحنا طلعنا عشان ندهم المأمورية زي ما قال السيد الرائد علي اللويزي رئيس المباحث لما طلعنا عشان ندهم المأمورية هما كانوا عارفين مكان توجدهم فين والناس دي كانت شايفانا يعني عرضونا للخضر يعني إحنا ممكن أنت مين اللي قال لك يا سيادة القيادة الكبير أن الناس دي هتوفوا بوعودها معاك ما ممكن في رحزة يخونك ويضرب رجالتك لأن إحنا ما شايفنوش أنت خدتنا وسعبتنا من الجسم وديتنا لناس قلت لهم أنا هجيبهم هدحك عليهم بالعربي كده هدحك عليهم لغاية ما يهدوا وكلمتينوا بالسلامة بالإضافة الكلام اللي أنت ذكرته سيادتك هم اللي بيحرضوا المدنيين المدنيين شعب بحضة واجف حوالينا هو ناس طحطة معانا كلها أهيه بيحرضوا المدنيين بيقول لهم جوموا عليهم عشان يفكوا الاعتصار نؤكد وما زلنا نؤكد كما سبق وأن ذكرت أن ثورة 25 يناير بدأت من ميدان التحرير وأن ثورة تطهير الداخلية ستكون بدايتها من أمام قسم شرطة طحطة ولن نسكت على التخاذ المرح شكرا لك حاضرتك عوش طول حاجة أنا بطلب بإقالة السيد مدير الأمن والسيد الحكمدار والسيد مدير مباحث والسيد رئيس مباحث مفادش الأمن العام أنا بطلب بإقالة الخمسة دول برضو يعني برضو في رأي يعني في رأي آخر بيقول طيب ليه ما عملتوش كده أو ما قمتوش بهذه الاحتجاجات قبل كده برغم أنكم بتقولوا أن الفازات ده موجود بالو سنين وموجود من فترة ليه بعد الثورة تحديدا أو في الفترة دي قمتو وعملتو الإضراب اللي أنتو عاملينه ليه ما عملتوش كده قبل كده من قدر الضغوط العالم من قدر الضغوط وكله ساكت من قدر الضغوط الضغوط من جانب من الضغوط من جانب من من جانب القيادات من جانب القيادات بتاعتنا إحنا نما نصدرين في كل حاجة هم بعدين فيما كتبهم بس ده مرش حاجة الضباط أو أفراد كان بيتخال تتكلم في حاجة زي كده كان فيه تحفظ من الضباط أو الأفراد منها تتكلم في حقوقها السورة أول ما آمد بقى كله بقى شالت حافز الخوف من نفوس الضباط والأفراد في كله بيتكلم بيطالب حقه لكن قبل كده ما كانت الأساس كريم بالنسبة للجسم تحتها كان عندنا أربع حالات غياب معمولهم محاضر غياب فتيات علاء بي وأفراد مباحث جسم تحتها وأفراد الجسم جميع المسوقتونش غير لما جابوا الأربع حالات وحددنا مكانهم فيه لأهليتهم وتم عادتهم لمنزلهم جبنا أكبر قضايا سلاح في جسم شرطة تحتها بفضل الضباط المباحث أكبر قضايا فلوس مضروبة أكبر قضايا برشام دخلت جسم تحتها في أيام الثورة كنا منعين الجريمة سيطرنا على البلد مساكنا أكبر أعداد من تشكلات حرامية هنا في المدرية في جسم تحتها وده باعتراف من القيادات وعند الاختراض بذلك أكبر قضايا تم دبطها في جسم شرطة تحتها بزباطه وأفراده الشرفاء اللي موجودين قدامك دلوقتي بشرفاء وشرفاء تحتها ومساعدة أهل تحتها أهل تحتها معانا للملان عن فساد هنا أهل تحتها وقدامنا هنا بنطلع نمسك الحرام بنلجأ أهل تحتها قدامنا الشرفاء طيب أخيرا يعني كلمة أخيرة أخذها من حضرتك قبل ما أختم أفندي من اللي أنا عايز أوضحه الناس دي جات على الإسم هنا وضربت نار وتعدت علينا ضربت نار وتعدت علينا بالأهانات والغلط وطلبنا من القيادات بتاعت المدرية أن هي تتخذ الإجراء اللازم نحيهم رفضوا الأول رفضوا عمل المحضر من الساعة واحدة وهي حصل الواقع المحضر اتعمل الساعة ستة اتحركنا من قدام الإسم على نياء المحكمة الكلية في صهات اتحركنا على هناك فضلنا في تحقيق مع مدير النيابة لحد الساعة واحدة بالليل وجبنا أمر الضبط والأحضار للناس وجينا هنا مرفق في أمر الضبط والأحضار تحريات مباحث إدارة البحث الجنائي بعدما تحركنا من هنا سيادتك المفروض نتحرك قوة كاملة بناء على كلام رئيس فرع البحث أني متواجد عند الناس دي جرانوف سلاح عالي جميع المعدات من سلاح وناس على البيوت وعلى الأسطح ومتواجدة هتتعامل معنا بالفعل إحنا أصرينا إن إحنا ناخد حقنا ولازم نروح للناس دي ونجيبها من مكانها لازم نروح ونجيبها من مكانها السيد مدير المباحث والسيد طيب برضو خليني خليني أسأل حضرتك سؤال يعني هل لو تم القبض على هؤلاء المتهمين هل ستقومون بفضل هزر الاعتصام عم أنكم تغالبون بمطالب أكبر من ذلك بعد إذنك لا إحنا إحنا مش بنطالب تم بالفعل تم بالفعل القبض على المتهمين تم تنسيط من خبل القيادات اللي على علاقة بينهم وبين القيادات دي بتسليمهم في جسم دي نحن ستطيف حاجة بعد إذنك حضرتك وحاجة مهمة جدا من ضمن برضو الجبروت بتاعت القيادات دي الناس لها 15 سنة و12 سنة في صواق ما مش يكتش إحنا تقدمنا ببلاغ رسمي لمدير نياب التحط تقدمنا ببلاغ رسمي لمدير نياب التحط بواقعة السب والشات وواقعة التواطع من القيادات في المحضر سبع أحوال ومدير النيابة رفض استلام المحضر وقالك ده مش اختصاصي وقال لي ده مش اختصاص إزاي وقعة تمت في دائرة البندر وتقول لي مش اختصاصي أنا بقول لما جاء مدير الأمن بقول لي رئيس 74 حالة خطر 74 حالة خطر في تحط والأربع حالات اللي حصلوا في البندر اتحق معاهم بمحرفة السيد رائد على اللويز والرئيس ما بحث الاسم وجبناهم انت فين يا رئيس خلي الناس دي حتى على أقل سيبنا نشتغل ما يتدخلوش في شغلنا يامي يجي يمسك السيد النقيب محمد مجلي ويقول له انت ازاي تجيب الناس المحترمة دي ناس ضربت نار على أطفال في ابتدائه ويقول له ازاي تجيب الناس دي المحترمة وتحطاها عندك ويخلوهم يشتكي في النيابة يبقى دول ساعتك عناصر تصلح للقيادة ولا ما تصلحش احنا رأس عاوزين نستغل طيب عشان بس عشان بس الوقت عشان بس عنصر الوقت يعني اخر كلمة من حضرتك اخر اخر رسالة واخر كلمة من حضرتك سريعا اللي احنا فجئنا بيه استاذ كريم ان الناس دي تم الاتفاق معاها بتسليم انفسها بناء على اتصال تليفوني بينها بين القيادات اللي احنا بطلبين بيقالتها التاني استاذ كريم ان احنا فجئنا بان الناس دي عليها كمية من الاحكام القضائية واخرها تعدي احدهم احد البلطاجية على زابط شرطة في 2006 وفي حكمه مطلوب فيه وفجئنا بان المحكام السواج الكلية بتخلي سبيلهم احنا عوزين نعرف النائب اللي جه وحضر واعترف جدامنا نائب مجلس الشورى الحالي اللي جه واعترف بانه دي تمثلية وانه كل ده كان متفق عليه حتى اخلاء السبيل ودفع الكفالات ده بنائن علي احنا مطالبنا يا أستاذ كريم التطهير مطالبنا اقاله وليس نقل طيب يعني اذا المشاهدين اذا المشاهدين اذا المشاهدين استعرضنا سبب استعرضنا معكم استعرضنا السبب استعرضنا السبب اضراب هؤلاء الأمناء لكن يبقى لكن يبقى لكن يبقى الطرف الآخر المتمثل في هؤلاء الكيادات حق الرد مكفول لهذا الطرف وسنحاول الزهاب اليوم والتسجيل لنتعرف على الطرف الآخر وردهم على هذه الاتهامات اشتركوا في القناة